في مباراة مهمة من المنتخب مالي الطريقة بالنسبة للمنتخب الوطن التونسي وخاصة على مستوى النفسي هل اللاعبين اليوم قادرين على نسيان المباراة الفارطة والدخول في مرحلة مباراة الحسم مباراة مهمة مباراة أمام المنتخب قوي لترشح إلى الدورة القادمة ماتش مهم بالنسبة للمنتخب التونسي أيضا المنتخب المالي حاب يعمل روفانش تعرف الكوب ديموند الأخرانية ربحنا في مالي أنا زيرو عملنا هنا زيرو زيرو ترشحنا عليهم برشة كونسنتراسيون تغييرات أنا حسب رأي أنا نصور ما هوش بش عم برش تغييرات تاعة دو ترواجوير أنا نصور رأي أنا مشي خمم في علي العبدي نصور كارير جوش نصور كما قال سي سامير يوسف من جيم الشلعب توفر سيروتور ما تش يدين تعمالي ما جيم شلعبك إليه وإلي دروالي جوش نصور العيدوني شاب دبيه من الأول أيضا أنا نصور مشي خمم في سيف الطيف مع العشوري العشوري يلعب علي سار هذيك السيقية يلعب بها فمت من نجمش تتبدلوا فيها ولازم بصراحة معانتها نحط وساقينها في القاع معانتها ماتش مهم معانتش تريجون برطون معانتش متع سيسي بوان إن شاء الله مسؤولية كبيرة بصراحة رو معانتها خايبة برشة بش تخسط دو ماتش في كوب دافريك في دورة كبيرة تروي تروي ما تحكي ليش تقول لي أنت رشح ترويزيهم اللغة دي أنا نسمع فيها كل عام فهمني كذا إن شاء الله أنا متفائل يجب أن نكونوا بوزيتيف مع الولاد يجب أن نوصلهم معلومة باهية اللي يرى ما نكوناش خايبين بصيفة كبيرة سحية اخسارة توجع لكن ما هيش نهاية العالم إن شاء الله نكونوا في مستوى الحديث إن شاء الله هذا هو حمود أكيد مكرم مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب الوطني تونسي من منتخب كبير ومنتخب قوي يعتبر اللي هو المنتخب المالي مباراة ما نجوش تقوله مصيرية 100% ولكنها مباراة مهمة مهمة جدا اليوم بعد الأداء اللي ما كانش في مستوى الحدث وما كانش في مستوى كبير في المباراة الأولى الإطار الفني اللاعبين مطالبين بردد فعل مطالبين بفرض أصلوب المتخب الوطني تونسي في هذا الكأس الأفريقية إذا كان يوم نحكيه على المفاجئات صارت برشة مفاجئات وشفنا يعني زمبابوي شفنا أمام المتخب المصري شفنا المتخب الجزائري برشة مفاجئات خلينا نقوله دورة دورة المفاجئات الدورة هذه لكن المباراة الأولى انتهت هو الجولة الأولى انتهت الجولة الثانية اللي هي جولة الحاسم تنجم تعرف فيها شكون نسبة نسبة كبيرة من بعض الفرق اللي مش يترشحوا للدورة القادم بما فيهم المنتخب الوطني تونسي تونس تونسنا اليوم أكيد في مباراة وفي مرحلة تاريخية ومباراة تاريخية ومباراة مهمة نظرا أيضا إذا نرجع اليوم كل التاريخ شوية المنتخب المالي يسنى يسنى بونتو يسنى هزيمة اللي لحقت به في مالي بالتحديد وقت كان المنتخب انتصر هدف لسفر يعني اليوم تنتظر ردد فعل من المنتخب الوطني تونسي شنية طريقة على مستوى النفسي على مستوى التكتيكي كيفاش نجمو نكونو في المباراة هذه اليوم بعد طي صفحة ناميبيا بما فيها من سلبيات عديدة المفروض التدرك من الجميع مفروض ومطلوب في مواجهة مهمة ومهمة جدا اليوم شخصية المنتخب اليوم الظروف اللي لازم نوفروها في هذا الظرف وفي الأيامات الأخيرة ما تسبق وما نمشيوش في التسريبات من هنا وهناك رهي ما تزيد إلا تعطل ما تزيد إلا تكبل الأرجل المتزيد إلا تثقل الأمور على ستاف تكنيك وإلا الملاعبية المنتخب التونسي في مواجهة مالي مواجهة مختلفة مع منافس مختلف ومنافس من الناحية والقيمة الفنية أرفع جودة من المنتخب النابيبي منتخبنا التغيير يفرض نفسه التغييرات تفرض نفسها اليوم المنتخب التونسي وانترى نجم يكون تغيير مكري اليوم المنتخب التونسي خلينا نكونوا واقعين رو منتخبنا ما هوش المنتخب ليستحود عالي في نوعية مباريات مع نوعية منافسين منتخبنا ما هوش المنتخب اللي يلعب الكرة الاستباقية المنتخبنا ما هوش المنتخب اللي يضغط عالي لا منتخبنا يلعب توازن منتخبنا يلعب على أخطاء الخصم منتخبنا يستغل نقاط قوته في المرتدات وفي خلق المساحات وفي التنظيم الدفاعي وفي الانضباط التكتيكي هذو ما ميزات وهذوما مواصفات كورة القدم والمنتخب التونسي في أكثر من عشرية الأخيرة رانما نجموش في ليلة ونهار نجيو بش نلعب كورة لبريزيل 82 ولا كورة برشلونة وكورة منشستر سيتي هذه الكورة ما هيش متاعنا خلينا نكونوا واقعيين هذوما كنشوفوا أنديتنا أحنا كتلعب خارج تونس في قرة أفريقيا تمشي تدفع تمشي تلعب بسلوب دفاعي اليوم المنتخب التونسي مطالب بردة الفعل إن شاء الله العناصر الوطنية إن شاء الله التغيير اللي يكون إيجابي على مستوى وسط الميدان التوازن اللي كان مفقود ما لازمكش تخسر الجانب هذا مع منافس قوي في وسط الميدان وهتون نحكي عليه بإيجاز من بعد اليوم يوسف المساكني فلاج هذا ما نجمش يكون لعب أطراف ما نجمش يكون لعب رواق اليوم يوسف المساكني ينجم يكون خلف المهاجم في الزون 14 اليوم يكونوا دوبي فو فكاكا صحاح ويكون يوسف المساكني أمامهم يكون يوسف المساكني ليبر ويمشي في السيرفاس كوم دوزيام أتاكون بأقل معناها الطاقة بدنية اللي اليوم كانيته البدنية ما تنجمش تكون عالية في العمر هذا اليوم الجهة اليسرى نقطة قوة العشوري نخليوه ما نمحيوش نجم نبدو بيه كأساسي يوسف المساكني أي نجم نبدو بيه كأساسي قتلك في الزون 14 كسانع لعب أمام اثنين لاعبين بيش تتخلى على شكون مثلاً انت بيش ترجع على عيدوني وسخيرا ليش قالك تقول مالك قالك انت تعطينا شنوه التغييرات أي التغييرات برمضان ويو بن سليمان أكيد الأداة متاحهم مرتقاش في المقابلة الفارتة أكيد متوقع بنسبة كبيرة ما همش بيش يكونوا موجودون الاتنين دخول العيدوني مهم في وسط الميدان بيش يكون فما توازن زد على ذلك ممكن تغييري تكون مبين أحد لاعبيه الأظهر تغيير ممكن وويرد في الخط الأمامي كسوا بيش تبدأ بالجويني اللي هو نعرفه أكثر فينيسور وكاوكومستاسيون زادت نجم تلخاه هو حسب الفكر متاعه نقطة القوة اللي يقولك ما لازمش اليوم نخسروه ونعطيه هالخصمنا وسط الميدان المنتخب المالي بمئة واربعين فاصل عشرة مليون يورو واحدة وخمسين ترتيب الفيفا نقاط ضعف المنتخب المالي هو نقاط ضعف المنتخب المالي هو الخط الخلفي متاعه ثقيل ثقيل وعليش أنا خطلك قوتنا احنا في المرتدات وقت اللي نفتكه الكورة فما ديزون لازم معناه نلعبه فيهم الكورة فيسع لازم نسرعه زد على ذلك الزيادة العددية في مثل هاته الوضعيات كسوا على الاطراف وإلا معناه في الجهة اليمنى وإلا الجهة اليسرى المنتخب المالي نقطة قوتو في وسط الميدان عنده جودة متلاعبين على مستوى عالي بيسوما سماسيكو حيدراء وخدامهم دومبيا منتخب مالي يلعب نظام لعب اربعة ثلاثة واحد اثنين نقطة قوتو تبقى في وسط الميدان وسط الميدان مفتاح لعب مباراة منتخب تونس ومالي وإن شاء الله منتخبنا الكورة الثابتة السبعة ليس جلم مع جلال قادري وغابوا لجولة الفارتة يكونوا حل من الحلول الهجومية في كرة القدم اليوم وغابوا لجولة الفارتة